بسم الله الرحمن الرحيم معاكم المهندسة سماح عبد الفتاح وحنكمل شارح ستاينز للصف الرابع اللي ابتدائي طبعا احنا بدأنا اليونت الجديدة اللي اسمها The Universe الكون اللي حب يتابع معانا يفتح المعاصر بيج 73 تمام كنا وقفنا المرة اللي فاتت اتكلمنا طبعا عن The Stars النجوم وخصوصا The Sun الشمس النجم الخاص بالSolar System بتاعنا بالنظام الشمسي اللي احنا عايشين فيه ودلوقت هنتكلم على Planets الكواكب Planets طبعا في Solar System بتاعنا النظام الشمسي بتاعنا عندنا ايه Eight Planets عندنا ثمان كواكب Eight Planets اكي هو هنا كتب لي ايه بيقول لي They are Eight Dark Bodies They are Eight Dark Bodies اتفقنا ان الكلام المتلون سواء بالجرين او البلو لازم يتحفظ لان ده طبعا بيجي في الكمبيت They are Eight Dark Planets يعني او Eight Dark Bodies هم ثمان اجسام معتمة ثمان اجسام معتمة اوكي That revolve around the sun بيدوروا حوالين الشمس In Fixed Orbits In Fixed Orbits Orbit يعني مدار او مصار يعني ايه في Fixed Orbit يعني مدار سابت طيب ليه سبحان الله لان الفيكسد Orbit ده لو هم ما بيدوروش في Fixed Orbit كان زمنهم في مرة من المرات استضموا في بعض كان مثلا سمعنا ان في حدثة ان مثلا ايه الأيرس خبطت في المارس اوكي لكن احنا ما سمعناش حاجة كده لان كل بلانت منهم بيريفولف بيدور in a Fixed Orbit في المدار الخاص به ثابت وعارف مداره ولا بيجي مين ولا بيجي شمال فعشان كده مفيش كوكب بيصطدم بكوكب اتفقنا ان هما They are Eight Dark Bodies that revolve around the sun in Fixed Orbit اوكي طيب عايزين نشوف اسماءهم كده وترتبهم اوكي من حيث ايه بقى حنشوف يعني ايه Many Arrangement اوكي Number One According to their distance from the sun طبقا لي بعدهم عن الشمس اوكي يعني هناخد بالترتيب كده اي واحد The Nearer One To The Sun Then The Far Then The Far Then The Far Until The Farest One اوكي طيب لما نيجي ناخد الترتيب ده اوكي هنقول ايه Mercury Venus Earth Mars يعني ايه حاولوا تخلوها بطريقة كده زي الاغنية عشان تتحفظ Mercury Venus Earth Mars Mercury Venus Earth Mars اوكي طيب والاربعه التانيين جابتر ده العملاق جابتر ده اكبر واحد في الكواكب فالترتيب كده جابتر ساترن جابتر ساترن أورانوس نيبتون اوكي تاني الاربعه الاولانين ايه Mercury Venus Earth Mars التالت والرابع الاسامي شبه بعض يبقى حنقول ايه Mercury Venus Earth Mars Mercury Venus Earth Mars وبعدين جابتر اقولها كده عشان ايه احس انه هو العملاق يعني جابتر ساترن أورانوس نيبتون اوكي تمام نمبر 2 لو خدت الترتيب according to their sizes لو عايزة ارتبه من حيث الحق according to their size اوكي طيب سهلة جدا الاربع الاخرانين اوكي الراست 4 planets هم هيكونوا هنا الفيرست 4 هيكونوا الاربع الاولانين اوكي جابتر ساترن ارانوس نيبتون حاجة سهلة اوي الاربع الاخرانين في الترتيب اللي فات هيكونوا هنا الاربع الاولانين اوكي جابتر ساترن ارانوس نيبتون جابتر ساترن ارانوس نيبتون وبعدين ايه بقى طيب الاربع التنين ايرس اول حاجة فيهم الايرس وبعدين هخلي ايه التو امز they are the last اوكي يعني هخلي اخر اتنين بحرف الام واول واحد الارس يبقى فضل لي فينوس يبقى ايه ايرس فينوس مارس ميركري اكي ايرس فينوس مارس ميركري تاني number two according to their size اكي هاخد ال last four اخلي ايه first four جابتر ساترن ارانوس نيبت جابتر ساترن ارانوس نيبت تايم فاضل four planets اول هم الارث اول هم الارث واخير هم double m مارس ميركري مارس ميركري يبقى فاضل عندي ايه فينوس يبقى ايرس فينوس مارس ميركري والمركري ده فاكرين كان اول واحد في الترتيب اللي فات يبقى اخر واحد في الترتيب ده اكي عشان ما اتلخبطش مارس ميركري ميركري اول واحد في الترتيب اللي فات يبقى اخر واحد في الترتيب ده اكي طبعا الترتيب ده مهم طيب هنا بقى في بعض الحاجات دول اهم حاجة يعني ما بيجيش يعني في بعض الاحيان بيجي يقول لك لكن ايه دول كده دول دول اهم حاجة بيكونكلود ده طبعا اقرب واحد ده الترتيب الاولاني مركري وينوس ايرس مارس مركري وينوس ايرس مارس The nearest one لحو ايه المركري طبعا the farthest planet نبتون مشان کنت بقول ايه مركري وينوس ايرس مارس وعده نقول ايه جابتر ساترن وعده نقول ايه آرانوس نبتون أورانوس نيبتون آخر اتنين يبقى The largest planet to the sun is نيبتون طب the biggest أنا عرفاه جابتر أنا مسميه العملاق يبقى the biggest جابتر طب the smallest ميركري طبعا أول واحد في الترتيب الأول هو إيه the last one according to size طب يبقى the smallest is ميركري طب the nearest two planets to the earth آرب اتنين للأرض أنا حفظهم كده ميركري فينوس ايرس مارس يبقى حاخد اللي إيه اللي قبلها واللي بعدها يبقى إيه فينوس and مارس يبقى the nearest two planets to the earth are فينوس and مارس طب the third planet from the sun earth طبعا ده الكوكب بتاعنا أهم حاجة فيه إن إحنا عارفنا إيه إن هو the third planet from the sun earth طبعا يعني read and learn أنا في العادة بشرحها لكن دلوقتي هتخطها لإن أنتوا كده مش نقصين لخبطة بتاعي حاجات المميزة لكل كوكب طب الميركري طبعا the nearest planet to the sun أنا حفظها كده ميركري فينوس airs mars يبقى الميركري the nearest one to the sun كي طيب الفينوس the most beautiful planet تعرفوها من إيه فينوس ده كان إله الجمال عند الإغريق فينوس كان إله الجمال عند الإغريق فافتكروها بكده يبقى the most beautiful planet كي the earth the planet we where we live كي the planet where we live كي طب mars the red planet الكوكب الأحمر mars the red planet طب تحفظوها بإيه عارفيني الشوكولاتة مارس يبقى مكتوب عليها كده mars باللون الأحمر فيعني إيه أنا بقول لكم حاجات عشان تقدروا تحفظوها طيب المارس يبقى هو إيه the red planet كي جابيتر the biggest planet ده نعرفه العملاق جابيتر the biggest planet طيب saturn the planet which has colored rings around it الكوكب ده مشهور ودايما نشوفه في حلقات الكارتون وكده اللي مرسوم حواليه زي الدواير كده فده saturn هو the planet which has colored rings حلقات كده ملونا colored rings around it ده اللي هو اسمه ايه saturn طيب Uranus the cold planet طبعا ده بعيد جدا عن الشمس فلازم يبقى the cold planet هو ونبتون يعني Uranus ونبتون دول أكيد very 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 cold أبعد اتنين عن الشمس فطبعا أقل حرارة بتوصل له يبقى Uranus Uranus the cold planet نبتون the blue planet يبقى النبتون blue planet بيسموه الكوكب الأزرق نبتون blue planet يبقى أنا خلاص عرفت أن المارس red planet والنبتون blue planet مونز letter c moons طبعا يبقى احنا كده عرفنا stars stars وعرفنا planets حنشوف المونز مونز يعني ايه مونز طبعا يعني أقمار they are the followers of some planets and they revolve around them طبعا هم توابع الكواكب يبقى المون هو follower to planet أي follower to the planet يبقى بسميه مون طيب يعني ايه follower to the planet أو follower of planet يعني they revolve around them بيريفولف بيدور حوالين البلانت not revolve around the sun لا يعني احنا عندنا البلانت revolve around the sun كي طيب لكن المون revolve around the planet وعشان كده أنا بسميه follower تابع هو تابع للكوكب كي طيب بيول examples the moon the moon revolves around the earth and it's the nearest neighbor to us in space كي moon طبعا اللي هو الامر بتاعنا around كي او revolve around the earth بيدور حوالين الامر الكوكب بتاعنا and it's and it's the nearest neighbor to us in space اقرب حاجة لنا اقرب جار لنا في الفضاء هو المون طبعا احنا قلنا ان the nearest two planet to the earth هما الايه الفينوس والمارس ده قبله وده بعدها الفينوس والمارس طب الاقرب منهم اول حاجة نلاقيها قريبة ولزقه في the earth بتاعتنا هو الايه هو المون طب the moon is a dark body زي البلانت صح طب يبقى the moon is a dark body is a dark body but it seems bright بيبدو لامع او shiny طب ده بقى الحاجة الايه between the stars and planets طب عرفنا ان الستار الستار ايه bright body او lightening body طيب والبلانت البلانت dark body طب والمون بين الاتنين المون it is a dark body but it seems bright طب ازاي بقى ازاي طيب احنا هنعرف ازاي because it reflects the sunlight falling on its surface ليه عشان بيعك ضوء الشمس اللي بيسقط على صدهم ده طبعا give reason شهير جدا وبييجي مهم جدا the moon is a dark body but it seems bright or shiny or because it reflects the sunlight falling on its surface طيب الاكتفل to to show that the moon seems bright okay in the sky as it reflects the sunlight falling on its surface okay طيب steps cover a ball with a piece of foil هنجيب ball ونغطيها ب piece of foil اللي هو الالومينيوم sheets okay طيب بيقول لي the ball represents the moon خلاص يبقى البول عندي هنا كأنها المون okay then darken the glass darken the glass okay هاي switch off the light خط في نور okay طيب number two turn a pocket torch on turn a pocket torch on and direct it towards the ball okay كشاف وقه لل ball okay the pocket torch represents the sun كأن البوكت torch دي sun okay observation you can't see the ball in the dark okay في first step لما عملت switch off the light وخليت dark the glass dark إلي حصل you can't see the ball in the dark أنا ما شفتش البول number two you can't see the ball shiny طبعا لما عملت turn off لل torch لما نور الت torch شفت البول okay طيب ليه بالرغم من البول dark okay إلي حصل معلومة معلومة الجابيتر ليه سكستي تو مونز ساترن سكستي بس عشان تعرفوا ان في بعض البلانتز ليها very large number of مونز ديلي المعلومة طبعا اي مش عايزة لاخباطكو لان الدرس ده في حفظ كتير هنا عندي comparison comparison between star, planet and moon number one تحت the stars انه اتز a shiny body جسمه مضي البلانت اتز a dark body البلانت الكوكب dark body المون اتز a dark body يعني هو في الاصل dark body but it seems shiny لكن هو اساسا المون dark body point number two it emits heat and light يبقى ال star it emits heat and light بيشاع ضوء وحرارة طيب البلانت it doesn't emit heat or light ما بيشاعش لضوء ولا حرارة it doesn't emit heat or light طيب المون it reflects sunlight it reflects sunlight falling on it بيعكس الضوء اللي بيسقط عليه بالنسبة للحرارة لا مالوش اي علاقة بال heat but it reflects sunlight falling on it طيب star point number three it rotates in the space هي بتدور حوالين نفسها مش حوالين حد it rotates in the space بيدور في الفضاء طيب البلانت it rotates in the space around the sun بيدور في الفضاء ولكن بيدور حوالين الشمس it rotates in the space around the sun طيب المون احنا قلنا المون المون بقى بيدور حوالين البلانت it rotates in the space around the planet طيب example the earth where we live المون example the moon الامر بتاعنا اه وبكده الدرس ده يكون خالص يا ريت تحفظوه كويس درس لطيف جدا وممتع جدا وبالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته